السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبر عاجل بعد وصول مولاد الصانون إلى فندق بأقادير بالأمس صحة وسلام فإذا باليوم صباحا تقوم وقفات احتجاجية لمستخدم القطاع السياحي نتيجة توقف المؤسسات المشغلة لهم والخبر من الجريدة الإلكترونية عبر الموقع الرسمي aabbr.com ويرجع من الزمان إلى الوراء حيث عندما زارت الشخصية المذكورة دولة الإمارات حدث ما لم يكن في الحسبان فيغضانات بالجملة ولا ننسى أنها عندما أرادت إرسال والدتها إلى العمرة توقفت الخطوط الجوية بل أصابت جائحة العالم كله وغير بعيد عندما أرسلت تحية إلى مدينة تمارة حصل ما لم يكن في الحسبان تعرضت المدينة لعملية إرهابية ولولا التدخل الأمني السريع لكانت المدينة في خبر كان بركاتك يا شيخة بل وعندما ازدادت طلق أبوها أمها بل وحتى بالرجوع إلى صورها الموجودة على الإنستغرام نجد أن كل من تصور معها إلا وأصابته اللعنة هناك من أصبه البرس وهناك من فقد عزيزا عليه وهناك من فقد وظيفته وهناك من فقد شعبيته وهناك من تطلق ولا يخفى سرها الباتع في تشتيج أسره وتقسيم المغرب إلى فرقتين متناحرتين إحدهما معها والأخرى ضدها كان هذا موجز الأخبار من مراسلتكم عالم رياحين دمتم في رعاية الله